لقي 12 شخصا حتفهم في سيول في شمالي وغربية السعودية تسببت بها أمطار غزيرة تساقطت على المملكة بين يومي الأحد والأربعاء بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني وأوضحت في بيان أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تابوك في شمالي غربية السعودية بينما تفي شخص في المدينة المنورة في غربية المملكة وشخص آخر عند الحدود الشمالية